النهاردة يوم الأحد بالتأكيد ده 7 يناير أول تدريب للنادي الآهل بعد هذه الراحة السلبية وفترة نحاس سنية فترة طويلة جدا فترة طويلة جدا يوم الخميس اللي جاي أول تدريب للنادي الآهل هيكون يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله في الساعة السادسة مساء بإذن الله على ملعب مختار التتش بجزيرة إذن فترة طويلة جدا من الأجازة والراحة بعد مباراة فيوتشر يوم 28 ديسمبر بنتكلم حوالي أسبوعين 14 يوم أجازة للفريق من الخميس 28 ديسمبر للخميس 11 يناير فترة 14 يوم كتأجازة وراحة سلبية فأول تدريب للأهل إن شاء الله الخميس اللي جاي الساعة ستة مساء على ملعب مختار التتش بجزيرة هيكون بقى فيه تجمع لكل اللاعبين حسب المعلومات اللي عندي إن أحمد عبدالقادر وريدا سليم مش هيكونوا جاهزين لسه لبداية المران لسه هيخضونهم كام يوم شوية كده فترة تأهيل وقياسات معينة عشان يتأكدوا الحمد لله من جهزيتهم وسلامتهم للفترة اللي جاية طب الأهل هيستعد إزاي أول ما يرجع لتدريبات الخميس اللي جاي فيه اتجاه لإقامة معسكر خليجي ولكن عشان تعمل معسكر في إحدى الدول العربية في الفترة اللي جاية بالتأكيد محتاج ترتيبات كتير جدا هلعيبقى فيه مباراة ودية طب مباراة ودية مع مين الخليج في الفترة اللي جاية مرتبط بكاس أسيا ففيه فرق عربية كتيرة بالتأكيد هيكون عندها فراغات ما عندهاش مباراة رسمية في الدوليات فأكيد ممكن تلعب مباراة ودية ده هيتم دراسته في الساعات اللي جاية بحيث لو فيه إمكانية لإقامة معسكر تحديدا في الإمارات هيبقى الأهل عنده مباراة في الإمارات في شهر يناير مباراتين 3-4 على حسب فترة المعسكر مفيش أكيد الأهل هيوصل تدريباته هنا في القاهرة بس الأمر هيبقى صعب شوية لأنه وقتها معظم الأندية مشغولة بيكسر ربطة فعشان تلعب مباراة ممكن بقى مع القسم الثاني أو القسم الثالث حاجة أخيرة كولر من اهتماماته بملف التدعمات والصفقات في يناير عايز لما يبدأ فترة الإعداد من الخميس اللي جاي تكون معا على أقل صفقة أو اتنين من الأسماء اللي طلبها عشان تكون موجودة معافي التدريبات وده نقطة مهمة جدا عشان كده انتوا بتسمعوا كتير في الساعات الأخيرة عن أسماء لعيبة ممكن تنضم للأهلي وان في حد من النادي سافر لإحدى الدول عشان يبرم ويتمم تعاقد مع أحد اللاعبين زي ما بأكد لحضراتكم من النقاط المهمة جدا اللي الجهاز الفني عايز يشتغل عليها ان فترة الأجازة دي فترة مناسبة جدا بحيث انت لو عايز تنجز صفقة أو اتنين تقدر تعملهم دلوقتي عشان اللاعبين الجدد يكونوا معاك في أول تدريب خلال الفترة اللي جاية ليه كولر عايز يعمل كده لانه بعد فترة الأجازة والراحة والتدريبات اللي جاية هيكونوا مرتبط بمبراطين هم مشورق في البطولة الإفريقية فما فيش وقت يعني منتخب ده بإذن الله ربنا يكريمه ويكمل في كاس الأمم لعيبتك لما ترجع من كاس الأمم انت بتتكلم على سبع العشر لعيبة يعني فيه تلاتة كمان في منتخبات تونس ومالي وجنوب إفريقيا التلاتة الله أعلم ممكن يكملوا ولا واحد منهم يرجع لان التلاتة في مجموعة واحدة يعني التلاتة يكملوا لانه ممكن يطلع التلاتة من المجموعة دي تونس ومالي وجنوب إفريقيا مجموعة قوية جدا وممكن واحد من التلاتة يرجع فيبقى ده كده كولر بالنسبة له حاجة إيجابية انه يبدأ يشتغل مع عنصر دولي مهم جدا مع المجموعة اللي موجودة وبالتالي دي نقاط كولر طلبها في الفترة اللي جاية لو فيه صفقات تنجز قبل فترة التدريبات في الفترة اللي جاية ولا معلوماتي ان الان نادي الاهلي بيشتغل يعني الـ 24 ساعة في الـ 24 ساعة عشان اتمام صفقة أو اتنين في الساعات اللي جاي دون الخطف التفاصيل وانا عارف سهل جدا واحنا موجودين في أماكن تانية نطلع نقول كواليس مش عند حد ونطلع نقول معلومات مش عند حد ولكن ماينفعش واحنا على شاشة رسمية ندخل في تفاصيل ليست رسمية حتى الان لكن الجزء اللي انا ممكن اطمم به جمهور الاهلي ان الحمد للناس بتشتغل على فكرة لما الجهاز الفني يرجع يكون معاه اللعيبة اللي طالبها عشان يبدأ يشتغل معها في الفترة اللي جاية دي نقاط كان لازم نتكلم عليها قبل ما نروح لآخر اخبار الترند لان النهاردة السوشيال ميديا ما عندهاش كلام الا على مين اللي جاي الاهلي مين اللي خارج من الاهلي هل اللي هيجي صفقة اجنبية اللي خارج هيخرج اعارة ولا بيها